عملا معي 245 جنيه تمام كده بأكل منها جميع الطيور بتاعتي الفراخ اللي ببيد البط اللي بيتسمن الحمام اي طيور عندي بأكل منها بسم الله ما شاء الله حاجة والله العظيم جميلة جدا وفي فيديوهات عندي على القناة انتو شفتيها ايام ما كانت الفراخ قبل ما الفراخ تقطع طبعا احنا عارفين ان الفراخ ده بطي التسمين اها بسم الله ما شاء الله حاجة كده ربنا يبارك يا رب ويطرح لنا فيه البركة ويرزقكو ويرزقنا جميعا اللي هم امين حاجة كده بصوا باسم الله ما شاء الله والله العظيم عاوز اقولكو اوزانهم كويسة جدا جدا انا وصلتهم للاحجام دي والاوزان دي بدون اعلاف ناس تانية بتحط اعلاف وبتدف اعلاف في مسافة شهرين تتلاقي البطة تنفخت معاك وخلاص تقوم مسكها دبحها انا الطريقة دي بصراحة ما بتمشيش معايا خالص حكاية البط اللي بيتدبح خلال شهرين او خلال خمسة واربعين يوم ما يمشيش معايا البط لما عادش عندي ستة وش شهور كاملين اه ما اقدرش ان انا اتباحه ليه انه بصراحة بحس ان هو لسه ما استواش وكمان بيبقى الفص بتاعه ناعم وني لسه ما بيبقاش لسه ما بيبقاش كده نشف معايا والبطية كده اه شدت حيلها لأ اه لازم تقعد تبط عندك ستة شهور علشان طبعا تبداي ان انت تتباح منه اي بط كده مش حكاية بط مسكوفي بط بلدي بط مش اي انوع بط البطة لو ما عادش ستة شهور ما تتكلش لانه طبعا بتبقى لسه ما استويتش وعظمها لس وفي نفس الوقت بيبقى الفص بتاعها بيبقى لسه ناعم فيه ناس بتحب ان هي تاكلوا كده طبعا دية طبعا حرية طبعا يعني بتبقى حرية شخصية لكن انت مثلا بتتباح البطة عمره شهرين عمره ثلاث شهور وقت ما انت بتبقى عاوزة تتباحي لكن انا عمتا انا بقول طبعا للناس المتابعين بتوعوا ناس كتير جدا اتفوا معايا في الرأي وقالولي كمان نفس الكلام ان هما ما بتتباحوش البطة قبل ستة شهور لغاية لما البط يبانى عليه كده وشه الحم بتاع وشه يبدأ ان هو يبانى يبدأوا ان هما يتباحوا منه طب يا مشاهدة دوت خليط موسكوفي طب احنا هنتباح منه على ستة شهور ما هو كده هيتكلف علينا لا مش هيتكلف عليك لو انت لو انت مشيتي بالخلطات وبالحاجة اللي احنا مشينا بيها عمر بلبطة هييتكلف معاك هييتكلف معاك في حالة واحدة لو انت استمرتي على الاعلاف وبدأت ان انت تدي له اعلاف من اول يوم لحد الشهرين او لغاية لما يقفل معاك ريش تمام كده ناس كتيرا جدا قالتلي ان البط ما بيقفل بيقفلش ريش والريش بتاعه ما بيطلعش وبيحصل عنده عملية افتراس وبيحصل عنده كساح وبيحصل مش عارفة وبيحصل عنده حاجات كتيرا جدا انا هقول لكم الاسباب ليه البط لما احنا بنأكله اعلاف ونبدأ ان احنا نسحب منه العلاف اللي بيحصل له افتراس علشان انت حضرتك معاودة على الاعلاف انما لو انت عودتي من بعد الاسبوعين على الخلطات وعلى الاكلات الطبعية اللي هو يقدر يستفاب منه وانت بتمديه بطريقة معينة او بطريقة مغزية بتدي له كل حاجة البط محتاج عمره في حياته ما هيجله لا افتراس ولا تساقط في الريش عاوز اقول لكم احنا سعب بنبقى مستعملين شكاير من الاعلاف بتبقى كويسة جدا 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 وكمان بتبقى غالية ومنيجي نبص نتلاقي ان البط حصل عنده افتراس وهو بيأكل علاف وبيحصل عنده كمان تساقط من الريش فطبعا احنا مش كل حاجة ضمننها فيه مثلا الشعب بيقول لك سوابعك العشرة ما همش زي بعضهم ليه ما همش زي بعضهم لان طبعا كل منتج احنا هنجيبه ومزاي التاني فطبعا المنتجات اللي احنا نجيبها لازم نبقى عارفينها ونكون مستعملينها قبل كده قبل ما احنا نستعملها فمش اي حاجة هنستعملها وهنمشي عليها وخلاص تمام كده هنا طبعا البط بتاع زي ما انتوا شايفين انا معودة من بعض الاسبعين على الخلطات على الخلطات الطبعية وعلى العجيارة طبعا العجيارة دي بدها لهم من تقريبا من شهر يعني ما وصل سنهم شهر بدأت ان انا قدهم العجيارة العجيارة دي يا جماعة بتبقى كسر الرز والرده وبتبقى دور صفرة تمام ممكن تضيف عليها ايام طبعا ما كان الكزب كان رخيص وكان العلف رخيص وكانت الدرة كانت رخيصة كنت بعمل كده ايه كل اسبوع بجبلوم كده خمسة كيلو من كل حاجة وكنت بخلطها على بعضها وباخب منها كده امي الكيلو بحطه على العجيارة بس طبعا لما الحاجة غلط والسعرها زاد طبعا تعرفين ان المواد الخام كلها زادت بتاعة الاعلاف واي حاجة دلوقتي حتى الاكل اللي احنا بنكله كله غالي فحرم طبعا ان احنا نهضر او نروح نجيب نروح نشتري شكارة علف بخمسمية وخمسين جنيه لأ انا هقولك انا حاجة بدلا ما تروح تشتري شكارة علف بخمسمية وخمسين جنيه هترك شكارة رز وحطها في قلب البيت اطبخوا منها لولادك دي بتبقى افيد لهم بصراحة يعني انما انت تروح تضيعي خمسمية وخمسين جنيه عشان تحطيها في قلب تأكلم انها البط والله العظيم ما بياكل اكتر من الحاجات اللي احنا بنعملها له شوية عيش مهروسين على شوية اكل بيت على شوية برسيب اي حاجة بتبقى موجودة عندك عندك البطاطا في ناس كتير جدا قالتلي استعملت البطاطا وابسطت منها جدا وحيطرب بنا هي فعلا مغزية بس في ناس يعني في ناس بتستعمل الحاجة غلط ازاي انتب تستعملها غلط يعني انا بشوف ناس بصراحة بيأكلوا بطاطا بس مش هينفع انت تأكل بطاطا بس وانا الكلام ده قلته قبل كده وما ينفعش ان احنا نأكل برسيم بس علشان برضو نكون متفقين معنا في الرأي وكون فيه مصدقية في القناة لازم كل حاجة بتحطيها بتحطيها بنسب ما تحطيش منها على الفاضو وعالمليان ليه انت في نفس الوقت كده يعني البرسيم ما ينفعش ان انت تحطه له صابح يعني ايه صابح يعني بدينفعش ان انت تحطه له طازة كده ليه علشان ممكن يسبب اسهالات لما انت تحطيه يوم واثنين وثلاثة واسبوع وعشرة على طول على طول على طول ممكن يسبب له الطيور بتاعتك اسهال غير طبعا لما تكون انت معودة الطيور بتاعتك ان انت يعني بتخلطلها من كل حاجة في اوقات يعني كل حاجة بتبدأ ان انت مثلا تخلطي مثلا الصنف ده مثلا هتدي له منه اسبوع الصنف ده هتدي له منه الاسبوع التاني كده يبقى البط معاك ماشي يعني بنسب معينة وفي نفس الوقت ماشي معاك بطريقة معينة واي حاجة انت هتحطها له البطة هياكل معاك ناس كتيرة برضو قالتلي احنا كنا بنأكل علف وبعد ما حطينا العيش وحطينا اكل بوائي بيت وحطينا 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 اتبط صامعا الاكل ومارداش يأكل وبدأ ان هو ينزل علشان حضرتك يعني اه انت اي انا معاك ان العلف ممكن يأسسه لك صحة وهيمله لك وزن بسرعة لكن طبعا الظروف اللي احنا فيها ما تسمحش ان ناس كتيرة جدا ما تسمحش ان هي ظروفها دلوقتي ان هي تجيبش كرة علف واحدة بس مش هقولك انها مثلا هتأكل مثلا عشر بطات ولا خمس بطات لا فيه ناس كتيرة جدا ما تقدرش انها تشترش كارة العلا في الوقت اللي احنا فيه المصارف دلوقتي زيادة جدا 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 والله المستعان طبعا مع الناس كلها فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلط له الطيور بتاعتنا شايفين الحمام بقى طبعا برضو نحط له من عجيرة لان العجيرة فيها نسبة من الدرة الصفرة وفيها نسبة من الرز كسر الرز فطبعا ليه الحمام بتبقى كويسة جدا انا ساعات كمان بدهله كده بتبقى نشفة بحطه له في الطبق بتبقى نشفة كده ويبدأ ان هو يكل منها ويخلط منها او ينقر منها كده ويكل والتربية هزا ما حضراتكو شايفين بدون اي مجهود وبدون اي تكلفة من غير ما نقعد نوجع في دماغنا اصل العلف غيلة النهاردة اصل العلف غيلة اصل العلف نزل النهاردة الكلام ده كله خلاص ابدأي ربي واحمل الكل اللي انت عاوزاه بس ربي بطريقة تكون كويسة وفي نفس الوقت ما تكونش مكلفة معاك وفي نفس الوقت برضو ما تجيبش طيور كتير نتحاولش ان انت القطاري يعني ما يخلص اللي عندك تقوم يجيب حبة مكانهم يخلصوا اللي عندك تجيب حبة مكانهم وبالتالي هتقدر ان انت تطلع انتاج لبيتك سبيلك ذكر وانتيتين عندك في قلب البيت او في المكان اللي انت بتربي فيه علشان طبعا يطلعوا لك انتاج وبلاش ان انت تتباح السلالة السلالة كويسة جدا 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 وبتشيل معاك وزن مدامها ربنا راضيكي منها وبيطلع لك منها حسن او بيطلع لك منها رزق خلاص ما فيش اي مانع ما تنهيش وما تضيعيش نفسك في كلام فاضي وخلاص وبعد تسمعي كلام اي حد يقولك البط بيأكل علف البط لو ما اكلش علف مش هيكبر والكلام الفاضي ده كله يا جماعة والله العظيم البط ما بيأكل العلف البط او ممكن تأسسيه اول اسبوعين اول شهر لو انت حب بعد كده بتبدأ ان انت تخلطوله اي حاجة البط بيأكل وبيشبع وبيكبر معاك طول عمرنا كنا من رب البط بدون اعلاف بس هو ده يعني المختصر المفيد بتربية البط يعني لو انت عاوزة تربي بط امشي على اساس التربية بتاعته هتلاقي نفسك مستفادة وفي نفس الوقت من غير تهدر ولا تكلفة عالية عليك بس يا رب الفيديو يكون عجبكم ما تنسوا نشفى لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من القناة ويا رب يا رب يا رب كده اشوف الشكو على خير ويربنا يرزقكم جميعا ويرزقنا اللهم امان شكو على خير وقت